وراقة جديدة تنتظر البت فيها على طاولة مجلس النواب قانون الأمن الغذائي الذي أخذ أبعاد اختلاف في وجهات النظر السياسية بين مؤيدا ومعارضا منذ طرحه حكوميا لينقاذ البلاد من تبيعات الأزمة الاقتصادية العالمية وأبعادا أخرى كتلك المتعلقة بقانونية مشروع القانون بوجهة نظر معارضين له تخوفوا من أن يكون بديلا عن موازنة الدولة لذا لم يمرر قانون الأمن الغذائي حتى الآن رغم أنه وضع في صورة جديدة باقتراحات لتعديل عليه تضمن أن لا يمسى المنهاج الوزاري وبقي حتى اليوم قيد النقاش البرلماني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة جديدة خاصة بها القانون دعا مجلس النواب الإسراع بالتصويت عليه بعيدا عن ما وصفها بالمزايدات الحزبية رسالة الصدر حمل بها أهمية المشروع خدميا للعراقيين في المقابل فإن مصادر من داخل الإطار التنسقي رأت أن مشروع القانون مثير للجدل من جانب قانوني أو سيكون معرقلا لموازنة العام الحالي القانون الذي أدخل أزمة الجدل من زاوية صلاحية حكومة تصريف الأعمال والذي أعلن القضاء كلمته فيما يتعلق بالقانون الذي وصف على لسان معارضين بأن التغيير لم يمس إلى عنوان المشروع دون الخوض في تفاصيله موقف آخر دشن من أهمية القانون الذي يعمل على توفير مفردات البطاقة التموينية ودعم المزارعين بمحصولي الحنطة والشعير فضلا عن تأثيره سلبيا على ملف الطاقة الكهربائية في حال تم إلغاؤه وما بين مؤيد ومعارضة تبقى ورقة مشروع القانون على طاولة النقاش الذي يريد المعارضون له أن يتوافق مع ما يحقق مصلحة البلاد ولا يمس الموازنة أو يتداخل مع خطوط السلطة القضائية في البلاد اشتركوا في القناة